مأزق دستوري أمام حكومة هشام المشيشي بسبب رفض الرئيس قيسي سعيد أن يؤدي وزراءها الجدد اليمينة الدستورية المشيشي دعا لاحترام الإجراءات الدستورية لتباشر حكومته مهامها منجموش نقعدو وزارات بلاش الوزراء مازالوا ما تسلموش مهاما إن شاء الله في أقرب الأجار يتم الإجراء اللازم باش كونوا الناس الوزراء يمارسوا كافة الوزراء اللي نالوا ثيقة مجلس نواب الشعب يمارسوا المهام متاحهم لأن وضعية البلاد ما تستناش في ظل غياب المحكمة الدستورية تباينت وجهات النظر بين الكتل البرلمانية حول احتمال مباشرة الحكومة لمهامها دون آداء اليمين اللي يتصور أنه إذا نحلوا مشكلة النظام السياسي باش تحل مشاكل البلاد يبدو لي غالط النظام السياسي الهندسة نظام السياسي هي جزء من الحل نجم تكون جزء من المشكلة إذا تكون مش مناسبة لنا ولكن ثم بارشة شروط أخرى شروط سياسية اقتصادية اجتماعية بر من السابق والبر من الحالي يتحمل مسؤولية غياب محكمة الدستورية منذ ست سنوات على الأقل ونحن ننتظر هذه المحكمة الدستورية ونحن في لجنة الانتخابات إلى حد اليوم لم نصل إلى اتفاق لنمرره إلى الجلسة العامة خلافات بين الرئاسات الثلاث تتعمق وقد تدفع نحو مربع الاستفاف السياسي وفق مراقبين وسط دعوات بضرورة مراجعة طبيعة النظام السياسي في البلاد يمكن القول أن الأزمة الحالية قد تزيد من حدة الخلافات الداخلية خاصة عندما نتحدث عن الكتل داعمة لرئيس الجمهورية في مواجهة كتل داعمة للحزام السياسي وهذا كان ظهر مؤخرا في عمليات التصويت على منح التحوير الوزاري بين حركة النهضة وحلفائها المدافعين عن النظام البرلماني وبين الرئيس قيس سعيد بصلاحياته الدستورية المحدودة لا تبدو بوادر انفراج الأزمة واضحة وفق متابعين أمام تفاقم الأزمة السياسية والدستورية في تونس يدعو ناشطون والاتحاد العام التونسي للشغل إلى حتمية إجراء حوار وطني للإنقاذ بين مختلف القوى السياسية لإنهاء الأزمة جلال موانع الحرة تونس